تفاعل شعبي ورسمي في دولة الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع المرابطين في المسجد الأقصى نخاب سياسية وتجمعات شعبية عبرت عن استنكارها لما يحدث في فلسطين حاضر أمامكم موقف مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة هذا الموقف الذي يسجل في تاريخ المؤتمرات البلمانية الدولية الكويت كانت ولازالت وستكون داعمة للقضية الفلسطينية على مستوى شعبي على مستوى حكومي على مستوى القيادة السياسية الكويت كانت تحتضن أكبر جارية فلسطينية في الوطن العربي لا زال الملف الفلسطيني في قلوب وفي نفسيات الكويتين لا يمكن أن تفصل القضية الفلسطينية عن الشعب الكويتي التفاعل الشعبي كان حاضرا في تجمعات شهدتها ساحة الإرادة وفي الخطاب البرلماني في مجلس الأمة الكويتي وكذلك بين كافة مختلف الهيئات والتجمعات المدنية الدفاع عن الغضية الفلسطينية مسلم به يخرج الجميع لساحة الإرادة للتنديد بهجمات الصهاينة على الفلسطينيين كذلك المناصرة سواء ماديا أو عن طريق الهلال الأحمر الكويتي أو عن طريق كذلك الجمعيات الخيرية والتبرع بالمال وغير المال لأخواننا الفلسطينيين فما يصيب الفلسطينيين يصيب المواطن الكويتي وكذلك الحكومة الكويتية وفي سياق الموقف الرسمي أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وأن هذه الاعتداءات تعتبر تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقرارات الدولية ومدعاة لتغذية التطرف والعنف والتقويض استقرار المنطقة كلما استجدت أحداث في المسجد الأقصى تتجدد معها حرارة الموقف الشعبي والرسمي في دولة الكويت تضامنا مع قلب فلسطين وعاصمتها الأبدية واستنكارا للهجمات والاعتداءات على الأرض والمقدسات لتلفزيون فلسطين أحمد الشمري الكويت